بهذا الفيديو سنتعرف على أهم طريقة للهجرة إلى كندا بدون أي شروط بمعنى بدون شرط الحساب البنكي بدون لغة بدون شرط الشهادات الدراسية بدون شرط التجربة المهنية وحتى أيضا بدون شرط معادلة الشهادات الدراسية ستتعجبون وتتساءلون إذا كانت فعلا هذه حقيقة وفعلا فرصة موجودة المرجو فقط متابعة الفيديو حتى الآخر لتتعرفوا على التفاصيل لأن هذه الفرصة هي فعلا حقيقية وتوفرها الحكومة الكندية وليس فقط أنها تمكنكم من السفر والهجرة إلى كندا لكن أيضا في المستقبل تمكنكم من الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الكندية إذا تتبعتم الخطوات كما سيشار إليها بهذا الفيديو مرحبا أصدقائي معكم كوتر بفيديو جديد إذا كانت هذه أول مرة بالقناة لا تنسوا الاشتراك تفعيل زر الجرس أيضا سأذى لكم أنستغرام أسفل هذا الفيديو يمكنكم متابعتي هناك وبهذا الفيديو سأشارك معكم تفاصيل وطريقة مهمة جدا تمكنكم من الهجرة إلى كندا بأسهل طريقة ممكنة وبدون أي شروط تعجيزية تسيير وإدارة العمل والتوظيف في كندا توفر الحكومة الكندية موقع خاص بالتوظيف بجميع أنحاء ومقاطعات البلاد يتوفر هذا الموقع على أكثر من مئة ألف وظيفة ويتم فتح عشرات الوظائف من خلاله كل ساعة يوميا الهدف من هذا الموقع هو تنظيم وتسهيل التواصل بين أرباب العمل الكنديين وبين الموظفين الراغبين في البحث عن وظيفة سواء يعيشون داخل كندا أو يعيشون خارج كندا طيب أصدقائي من المعقول أن تسألوا كيف لموقع مثل هذا أن يساعدكم على الهجرة إلى كندا والجواب هو أن هذا الموقع يا أصدقائي بمجرد استعمال كلمة مفتاحية واحدة أو كلمة سير واحدة سيمكنكم من الحصول على وظيفة تناسب قدراتكم المهنية بأي مجال يمكنكم أن تتخيلوه بالمجالات الفرح الحرفية والمجالات العادية ومن خلال هذه الوظيفة سيتكلف بكم رب العمل أو صاحب الشركة ويسهل عليكم عمليات الهجرة ويلغي جميع الشروط التعجيزية المطلوبة في البرامج الخاصة بالهجرة إلى كندا يعني الشروط التي ذكرناها في بداية الفيديو إذا حصلتم على وظيفة هذه الشروط ستصبح ملغات تماما ونعود مرة أخرى للموقع وهنا الكلمة المفتاحية أصدقائي هي كلمة المية تكتب على هذا الشكل وسبق وتكلمنا عن هذه الكلمة عدة مرات بفيديوهات سابقة والتي تعني Labor Market Impact Assessment أي أن المشغل حصل على رخصة من طرف الحكومة الكندية ووزارة الشغل والهجرة بأن يستقطب موظفين ومهاجرين من خارج كندا ويساعدهم على الهجرة إلى كندا من أجل العمل والاستقرار هنا في البلد يمكنكم أيضا اختيار المقاطعة أو المكان المحدد الذي تريدون البحث فيه إذا كنتم تفضلون مقاطعة معينة يمكنكم فقط كتابة اسم المقاطعة مثلا ألبيرتا أو كيبك إلى آخره أو يمكنكم أن تكتبوا أو تعطوا All of Canada يعني إذ لم تكن لديكم منطقة محددة يمكنكم فقط وضع All of Canada وهنا لدينا أيضا يمكنكم إضافة Filters إضافية كمثلا إذا كانت لديكم فكرة عن المدخول السنوي أو المدخول على الساعة مهن معينة لديكم شروط محددة تريدون البحث فيها مجال معين مثلا تريدون البحث عليه في هذا الموقع يمكنكم إضافة Filters هنا وهو سيعطيكم الاختيارات التي توحتون عنها أما إذا كنتم تريدون البحث عن أي مهنة كما كانت لكن المشخل لديه رخصة من طرف الحكومة بأن يستقطب مهاجرين فقط يجب كتابة المياه ومن تم كندا والضغط على Search وهنا الموقع سيعطيكم المعلومات التي ستساعدكم عن البحث عن هذه النوعية من المهن بعد البحث انظروا ماذا أعطانا الموقع نعم أعطانا لائحة معينة من المهن العديد من المهن لكن لا زالت هناك خطوة ثانية يعجب القيام بها من أجل الحصول فقط عن المهن التي تستقطب مهاجرين والتي تشغل الأشخاص الذين يعيشون خارج كندا وهي الضغط على هذا الرابط الموجود في الموقع مهم جدا Search jobs from Canadian employers who want to recruit temporary foreign workers بمعنى البحث عن مشغلين الذين يبحثون ويشغلون الأشخاص الذين يعيشون خارج كندا سنضغط هنا ومن ثم الموقع مرة أخرى سيعطينا لائحة البحث التي فيها المهن التي تستقطب المهاجرين خاصة بالمهاجرين فقط كما تلاحظ لدينا الكثير والكثير من الاختيارات لدينا مثلا الأشخاص الذين يشغلون بالمطابخ restaurant supervisor يتصلون الكثير من الرسائل من أشخاص لديهم شواهد في الطبخ ويشغلون في المطاعم في الدول العربية ويبحثون عن عقود عمل شرائية أصدقائي أنتم لا تحتاجون إلى شرائية عقود عمل لأن هذا الشيء غير قانوني يمكنكم الحصول على عقود عمل بمجهودكم الخاص من خلال هذا الموقع كما تلاحظون information clerk office administrative بالنسبة للأشخاص الذين يشغلون بالحواسيب يمكنكم أيضا باعت سيلتكم الذاتية ومثلا فلنضغط على مهنة معينة restaurant supervisor وندخل هنا هذا المطعم هو خاص بالبيتزا إذا ضغطنا هنا سنجد شيء محدد وهو أن هذا المشغل كما تلاحظون يعني بالواضح بأن هذا المشغل حصل على الألمية الرخصة التي تسمح له باستقطاب مهاجرين من خارج كندا ويمكنهم أن يستقطبهم ويساعدهم على الهجرة إذا قبلهم في الوظيفة يمكنهم أن يهاجروا عبر هذه المهنة فقط يعني لن يحتاجوا أي شروط تانية سواء اللغة أو الحساب البنكي أو أي شرط آخر لأن المسألة فقط تحتاج إلى أن هذا المشغل الذي لديه هذه العلامة أن يستقبلك ويتبنى الملف الخاص بك هذا أيضا مشغل آخر كما تلاحظون هو أيضا حاصل على علامة الألمية يعني أي شخص أو أي مهنة ترون بأن فيها هذه العلامة فهي مهنة تمكنكم من الهجرة إلى كندا عن طريق المشغل الذي سيتبنى الملف وهذه المسألة أيضا لديكم مجموعة من المعلومات الأخرى هو أن السالري هو أيضا يمكنكم الاختيار بين السالري إذا كان يناسبكم أو لا يعني المدخول لديكم الفاكيشنز يعني لديكم مجموعة من البنيفيتس أو الأشياء الإضافية بالإضافة إلى الشغل وإلى الهجرة أيضا كذلك لديكم جميع الحقوق كأي موظف كندي بأوراقي الكاملة وكل ما تستطلبه المسألة هو مهم جدا وصبق أيضا وتكلمت عن هذه المسألة بفيديوهات سابقة وتصلوني الكثير من الرسائل عبر انستغرام أشخاص يطلبون مني تصحيح سيرهم أداتي أجيب قدر المستطاع لكن في بعض الأحيان لأن الرسائل الكثيرة لا أستطيع الإجابة على كل شخص مهم جدا أصدقائي أن تكتبوا سيرة داتية على الطريقة الكندية وليست الطريقة الأوروبية الكندية تكتب فيها فقط المعلومات الخاصة بك الخاصة بالمهنة إذا كانت لديك شواهد أو تجارب مهنية كفاءتك أيضا لتكتب الكفاءات ادخل دائما على عرض العمل وترى يعني اقرأ ما الذي يطلبه المشغل في عرض العمل فمثلا هذا المشغل يطلب مجموعة من الأشياء التي هي غير موضحة هنا بهذا العرض لكن إذا دخلتم مثلا show how to apply فهذا هذه العلامة الخضرة أو هذا اللينك الأخضر سيأخذكم إلى تفاصيل المهنة إذا دغتنا مثلا سيعطينا تفاصيل أكثر عن الموقع إلى أين يجب أن تبعتوا السيرة الداتية وقراءتكم لهذا العرض ستساعدكم على كتابة السيرة الداتية لأن الكفاءات التي يطلبها المشغل يجب أن تتوفر فيك وهو لكي يقبلك في هذه المهنة يجب أن يجد فيك الكفاءات التي يبحث عنها ليستطيع بأن يشغلك عنده في شركته أو مطعمه إلى آخره ومن ثم أكتبوا السيرة الداتية مهم جدا أن تكتبوا على الطرق الكندية ثانيا السيرة الداتية الكندية لا تكتبوا فيها الهوبيز يعني الأشياء التي تقومون بها خلال وقت فراغكم تصلون لكثير من السيرة الداتية في هذا الخطأ أزيلوا الأشياء التي تقومون بها خلال وقت فراغكم لأن المشغلين لا يهتمون بهذه الأشياء نعم في أوروبا يقومون بوضع هذه المعلومات لكن هنا لا تضعوها الصورة مهم جدا أن لا تضعوا الصورة ممنوع وضع الصورة على السيرة الداتية أيضا سأدع لكم رابط فيديو سبق وتكلمت فيه وشرحت فيه طريقة كتابة السيرة الداتية على الطريق الكندية ستجدون رابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف وهذا كل شيء يعني بالملخص المفيد أن الشيء الوحيد الذي يجب أن تقوم به هو البحث عن وظيفة سواء لديكم مهارات أو ليست لديكم مهارات عندما أقول أن مهنة التي تطلب المهارات هي المهن مثل مثلا المحاسبة أو الأشخاص الذين يشغلون بالمعلوميات أو التك إلى آخر أما بالنسبة للمهن التي إذا لم تكن لديك أي مهارة فأنصحك بمهنة مثلا فارم موركر أو الأشخاص الذين يشغلون بمهن كمثلا في المصانع أو المعامل مثلا هنا جنرل فارم موركر هذه المهنة لن تتطلبت أي شهادات أو أي كفاءات إلى آخر فقط أكتب في الكفاءات الأشياء التي يطلبها المشغل عندما ستدخل على هذا اللينك سيعطيك المعلومات الكاملة عن المهنة ومن خلال هذا الرابط يجب أن تبعث السيرة الذاتية أو أدخل على المواقع في جوجل وأكتب ما هي الكفاءات المطلوبة في شخص يشتغل كفارم موركر يعني شخص يشتغل في مزرعة ما هي الكفاءات المطلوبة فيه وأكتبها في سيرتك الذاتية فقط وإنتها لذلك فهذه الطريقة هي فعلا مضمونة للهجرة إلى كندا بدون أي شروط أخرى يعني إذا قابلك المشغل فأنت لن تحتاج إلى فتح حساب بنكي لن تحتاج إلى لغة لن تحتاج إلى شهادات أو إلى تجارب مهنية يعني كل تلك الإجراءات المعقدة وكل تلك الشروط المعقدة تلغى تماما إذا قابلك المشغل وأعطاك فرصة للهجرة شيء آخر مميز بهذا الموقع هو أنه يمكنكم التقديم للعديد من المهن بنفس الوقت أو للعديد من فرص العمل بنفس الوقت فقط يمكنكم التغيير بالكفاءات التي لديكم يعني فقط دائما إقرأوا عرض العمل بالتفاصيل ما الذي يطلبه المشغل واكتبوا نفس الشيء كما سبق وقلت لكم بأسيرة ذاتية وإبعتوا للعديد من الوظائف للحصول على فرص أكبر للحصول على وظيفة بكندا بعد ذلك وبعد البعث إذا تبكنتم من الحصول على وظيفة سيجيبكم المشغل من أجل التواصل معكم والتعرف عليكم ستكون هناك مقابلة عمل طبعا سواء عبر الهاتف أو عبر الإيميل أو عبر سكايب يعني على شكل فيديو كو ليتعرف عليكم إذا كنتم فعلا أشخاص حقيقيين ومن تم إذا تم كل شيء على ما يرام وتم قبول ترشيحكم للوظيفة المرحلة الثانية التي ستقومون بها هي أنه يجب عليكم أن تفتحوا ملف على الموقع الحكومي الخاص بكندا من أجل الحصول على فيزا للعمل في كندا وتسافروا بها إلى كندا هذه الفيزا ستكون خاصة بالعمل بعدها أو قبل الحصول على الفيزا يجب أن تحصلوا على تصريح العمل طبعا الخاص بالمقاطعة أو الخاص بكندا تصريح العمل ستحصلون عليه بعد موافقة المشغل وهو من سيقدم لكم طلب من أجل الحصول على تصريح العمل تصريح العمل يمكن أن يكون سواء تصريح مفتوح يمكنكم من الاشتغال وتغيير العمل داخل كندا بعد وصولكم هنا أو يمكن أن يكون تصريح مغلق وفي معظم الأحيان يكون تصريح مغلق لأن المشغل يفضل بأنه عندما يجلبكم إلى كندا يريد أن تبقوا معه طيلة المدة ومدة تصريح أو مدة الفيزا تكون تقريبا بين سنة إلى سنتين ويمكنكم تجديدها السؤال التالي هو كيف يمكن الحصول على الإقامة الدائمة طبعا بعد وصولكم إلى كندا والاشتغالكم في كندا بهذه الطريقة ستكون قد وفرتم أو حصلتم على معظم الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة التي أولها هي عرض العمل أنتم مسبقة لديكم الآن عرض العمل ثانيا لديكم تجربة مهنية أيضا وليست أي تجربة مهنية إنما لديكم تجربة مهنية كندية بعد سنة أو بعد سنتين من تواجدكم في كندا وخلال هذه الفترة إذا لم تكن لديكم لغة لا تتكلمون أي لغة الفرنسية أو الإنجليزية يمكنكم دراسة اللغة في كندا ودراسة اللغة خصوصا إذا كنتم بمقاطعة الكيبك دراسة اللغة الفرنسية هي مجانية للأشخاص الراغبين في الهجرة إلى مقاطعة الكيبك فهي بالمجان لأن هذا شيء توفره الحكومة الكندية من أجل التشجيع على تكلم باللغة وتعلم اللغة الفرنسية وأيضا من بين الأشياء التي ستكون لديكم هي حساب بنكي بعد وصولكم إلى كندا سيكون أيضا لديكم حساب بنكي وبعد فترة سيصبح لديكم المبلغ الكافي الذي تطلبه برامج الإقامة الدائمة ومن ثم ستتمكنون من الحصول على الإقامة الدائمة ولديكم جميع الشروط التي تتطلبها البرامج الخاصة بالإقامة الدائمة في كندا أما بالنسبة للجنسية الكندية فهي يمكنكم الحصول عليها مباشرة بعد إنهاء فترة ثلاث سنوات من الإقامة داخل كندا بعد حصولكم على الإقامة الدائمة أو بطاقة الإقامة الدائمة تصبح مؤهل الحصول على الجنسية الكندية مباشرة أيضا سؤال آخر هو عن العائلة إذا كان الشخص متزوج يمكنه أن يستقطب أو يجلب عائلته معه يعني زوجته أو زوجها والأبناء إذا كان سنهم أقل من 18 سنة يمكنهم الدراسة هنا داخل كندا بالمجال ويمكن للزوجة أو الزوج أن يشغلوا أيضا بتصريح عمل مفتوح كما يشاءون ومن ثم أيضا يمكنهم الدخول في الملف الخاص بالإقامة الدائمة والجنسية الكندية بعد فترة انتهاء العمل والاشغال على الشروط الخاصة بهذه الأشياء إذا أصدقائي كان هذا كل شيء بهذا الفيديو الخاص باليوم أتمنى لكل قلبي أن يكون قد نالع إجابكم وأتمنى أن يكون قد أجبت على الأسئلة التي تطرح معظم الوقت لا تنسوا الاشتراك بالقناة مرة أخرى ولا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو مع أصدقاء أو أشخاص همهم الأمر لتعم الفائدة وأراكم في فيديو مقبل إن شاء الله باي باي